طبعا إعلان مركز الفلك الدولي اكتشاف جسم فضائي صغير استضم بالأرض في كندا وهدع عند الساعة الثامنة وستة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينيتش من يوم السبت وعشر المركز إلى أن مرصد الفلكي في ولاية يوتا الأمريكية تمكن من رصد جسم الفضائي قبل استضمه بالأرض ووصفه بالسريع ونشر المركز مقطع فيديو قال إنه من أونتاريو لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوي واحتراقه لافتا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن قطره حوالي متر واحد وتمت مشاهدة دخول جسم الفضائي للأرض واحتراقه في الغلاف الجوي وذلك من مدينة وينديسر شرق الولايات المتحدة الأمريكية نشرت على موقعها وصول أجزاء من الجرم الفضائي صغير الذي استضم بالأرض صباح الأمس وطبعا الرادارات التقطت أجساما ساقطة من ارتفاع 15 متر معظمها سقط في بحيرة أونتاريو في كندا نتابع مقطع الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر